بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس الثامن والخمسون صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له إذا سألك عبادي وسبب نزول الآية أن ناسا من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أقريبٌ ربنا فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه فأنزل الله هذه الآية جواباً لسؤالهم فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عبادي هنا من العبودية الخاصة العبودية الخاصة بالمؤمنين وهناك عبودية عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر فالناس كلهم عباد الله مؤمنهم وكافرهم بمعنى أنهم مملكون لله لا يخرجون عن ملكه قبضته وأنه تجري عليهم أحكامه القدرية ولا يتخلصون منها كلهم عبادٌ ذليلون لله سبحانه لكن منهم من آمن فصارت عبوديته خاصة ومنهم من لم يؤمن فصارت عبوديته عامة بمعنى أنه عبد مملوك مدبر مسخر لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا فالخلق كلهم عباد الله ولكن المؤمنون عباد الله عبودية خاصة عبودية إكرام وإنعام وتفضل يعبدون الله سبحانه وتعالى يعبدونه ويتقربون إليه ويطيعونه ويتبعون رسله هؤلاء هم عباد الله المؤمنون فهم عباد يعني يعبدون الله والكفار عباد بمعنى أنهم مملوكون لله سبحانه وتعالى لكنهم تمردوا على أوامره ونواهيه فصاروا كفارا وغساقا فهذا إطلاق العبودية بالقرآن أنه على قسمين عبودية عامة تتناول جميع الخلق وعبودية خاصة بالمؤمنين الذين يعبدون الله جل وعلا ويتبعون رسله وشرعه والمذكور في هذه الآية إذا سألك عبادي مراد به العبودية الخاصة إذا سألك عبادي المؤمنون كما جاء في الحديث عن سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك عبادي عني فإني قريب الله جل وعلا قريب من خلقه بعلمه وإحاطته وإثابته لهم وسماعه لكلامهم ودعائهم لكنه علي فوق مخلوقاته مستو على عرشه سبحانه فهو علي على خلقه وقريب من عباده وهذا كما في قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن الظاهر مراد به العلي على خلقه والظهور وهو العلو الباطن القريب من خلقه سبحانه فهو فهو ظاهر وباطن علي قريب سبحانه وتعالى وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فهذا الحديث يفسر الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فقوله فإني قريب قرب الله سبحانه من عباده قرب علم وإحاطة وسماع لكلامهم ودعائهم يسمعهم سبحانه وهو فوق سماواته يسمعهم ويراهم ولا يخفون عليه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان مقتضى قربه سبحانه من خلقه أنه يجيب دعوة الداعي ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه سميع قريب مجيب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يسمع دعاء عباده سواء جهروا به أو أسروه فإنه يعلم السر وأخفى يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور حتى إنه يعلم الهواجس التي في النفس والخواطر والنيات والمقاصد يعلمها سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه فمهما تسترت واختفيت وتواريت عن الناس فإن الله يعلم بحالك ويعلم ما تفعل ويعلم ما توسوس به نفسك لا تخفى على الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت حيث ما كنت سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا بنفسك اتق الله ولا تظن أنك إذا استترت من وراء الجدران ومن وراء السطور أو اختفيت في الظلام عن الناس أنك تخفى على الله سبحانه وتعالى فاني قريب الله قريب من عباده سبحانه بعلمه وإحاطته وإجابته لدعائهم وقربه هنا خاص بالمؤمنين خاص بالمؤمنين وهناك قرب عام لجميع الخلق يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى جميع الخلق محيط بخلقه سبحانه وتعالى وهو معهم أينما كانوا معهم أينما كانوا فالقرب على قسمين قرب عام لجميع الخلق وهو قرب العلم والإحاطة وقرب خاص بالمؤمنين وهو قرب الإجابة لدعائهم وإكرامهم والإنعام عليهم منه سبحانه وتعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه هذا فيه الحس على الدعاء والدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما في الحديث الدعاء هو العبادة بل بل إن الله سم الدعاء عبادة في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسم الدعاء عبادة في هذه الآية لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة وليس معناه أن العبادة كلها محصورة في الدعاء بل الدعاء نوع من أنواع العبادة لكن لما كان هو أعظم أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج وليس هو الحج كل الحج بل هو ركن من أركان الحج فالحج له أركان وله مناسك ولكن لما كان الوقوف بعرفة أعظمها قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كذلك هنا قال الدعاء هو العبادة لما كان الدعاء أعظم أنواع العبادة وقد وعد الله أن يستجيب لمن دعاه وقد يسأل سائل ويقول كثير من الناس يدعون ولا يستجاب لهم كثير من الناس يدعون ولا يستجاب لهم فأين قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان الجواب أن نقول إن الله جل وعلا لا يخلف وعده فإذا لم يستجب للعبد فهناك مانع من قبل العبد هناك مانع يمنع قبول الدعاء من قبل العبد والموانع موانع قبول الدعاء كثيرة ما هو كل دعاء يستجاب إلا إذا انتفت الموانع إذا انتفت الموانع استجاب الله الدعاء وإذا وجد شيء من الموانع لم يستجب ولهذا قال فليستجيبوا لي بهذا الشرط فليستجيبوا لي استجيبوا لي أمره سبحانه وطاعته يمتثلون أوامره ويتجنبون معصيته حتى يستجيب لهم أما إذا دعوا دعوا الله وهم لم يستجيبوا له فإن الله لا يجيبهم هذا شرط أن الإنسان يستقيم على طاعة الله فيفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما نهى الله عنه حتى يستجيب الله له دعاءه ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يكون الدعاء عن إيمان وعن يقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فالذي يدعوا الله وهو غير موقن الذي يدعوا الله وهو غير موقن لا يستجيب الله له إنما يستجيب الله لمن دعاه موقنا لأنه يجيب دعاء من دعاه سبحانه وتعالى أما إذا دعاه وهو غافل أو دعاه بلسانه فقط دون حضور قلبه دون حضور قلبه عند الدعاء فقد جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب الدعاء من غافل لاهن غافل لاهن يدعو بلسانه ولكنه غافل في قلبه فلا يستجاب لمثل هذا هذا من أسباب الإجابة أن يدعو الله أن يدعو الإنسان ربه موقنا بالإجابة من الله سبحانه وتعالى ولا يدعوه متردد لا يدعوه وهو متردد هل يقبل الله أو لا يقبل بل يدعوه موقن بالإجابة هذا من الإيمان بالله عز وجل وليؤمنوا به من شروط قبول الدعاء الإيمان وهو اليقين لأن الله يستجيب لمن دعاه وكذلك من موانع قبول الدعاء أكل الحرام أكل الحرام هذا يمنع قبول الدعاء ولو أكثر الإنسان من الدعاء وألح وهو يأكل الحرام فإنه لا يستجاب له كما في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فالذي يتغذى بالحرام هو يأكل الحرام تمول الحرام يأخذ الربا يأخذ الميسر يأخذ الغش في المعاملات يسرق يخون يأكل أموال الناس بالباطل والحيل هذا لا يستجيب الله دعاءه لأنه يلبس الحرام ويشرب الحرام ويأكل الحرام ويتغذى بالحرام فلا يستجيب الله دعاءه ألا من موانع الدعاء كذلك من موانع الدعاء إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسكتوا عن العصات فإن الله لا يستجيب دعاءه كما في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا تدعون الله فلا يستجاب لكم أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهذا من موانع الدعاء كذلك من موانع قبول الدعاء من موانع قبول الدعاء أن الإنسان يستعجل يستعجل فإذا دعا ولم يستجب له ترك الدعاء هذه عجلة هذه عجلة فالإنسان لا يستعجل ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم يترك الدعاء في الحديث إن الله يجيب دعاء أحدكم ما لم يعجل يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فإذا ترك الدعاء فإذا تركه الله سبحانه وتعالى أما إذا ألحى في الدعاء وكرر الدعاء فإن الله يستجيب لهم والدعاء عبادة إذا دعوت الله فقد عبدته هذه عبادة سواء حصلت لك الإجابة حاضرة أو لم تحصل لك أنت مأجور على الدعاء لأن هذا عبادة لله سبحانه وتعالى والله حكيم عليم يعلم مصالحك قد يكون في تأخير الإجابة مصلحة لك يعلمها الله سبحانه وتعالى وقد يغفر الله لك بالدعاء يغفر لك ويدفع عنك ضررا أعظم بالدعاء يكون الدعاء سبب لمغفرة الله لك وسبب لأن الله يدفع عنك من السوء أكثر مما تتوقع وقد يؤخر الله الإجابة ويدخرها لك إلى وقت أحسن لك واخرها لمصلحتك إلى وقت الله أعلم أنه أصلح لك وأحسن لك ادخر هذا الدعاء لك فيجيبه في وقت أن تأحوج ما تكون إليه الله لا يضيع لديه عمل عامل ومنه الدعاء إن الله لا يضيعه فلا فلا يصبك اليأس والقنوط من فضل الله سبحانه وتعالى حتى ولو تأخرت الإجابة فأنت على خير ودعاء ودعاءك مخفوظ عند الله يثيبك عليه عاجلا أو آجلا أو يدفع عنك شرا أكثر مما أنت فيه فعليك الإلحاح للدعاء تضر إلى الله سبحانه ثم عليك بمخاسبة نفسك فإذا دعوت ودعوت فلم يستجب لك ارجع إلى نفسك فتش نفسك عن الأسباب التي منعت قبول الدعاء تب إلى الله عز وجل أحسن أعمالك فلابد أن امتناع القبول لابد أنه بسبب من نفسك فارجع إلى نفسك باللوم وفتش عن عيوبك وأصلح أعمالك حتى يستجيب الله جل وعلا دعاك أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبه لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي لأجل أن يحصلوا على الرشد والرشد ضد الغي الرشد ضد الغي الرشد هو الصواب والحق والغي هو الضلال والهلاك فالدعاء من نتائجه العظيمة أنه يكسبك الرشد عند الله سبحانه وتعالى وفي الإتيان في هذه الآية بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني الإتيان بهذه الآية في وسط آيات الصيام دليل على مشروعية الدعاء للصائم دليل على مشروعية الدعاء للصائمين وأنهم يكثرون من الدعاء في الصيام لأن دعاء الصائم مستجاب كما جاء في الحديث ولأن هذا الشهر شهر رمضان وقت لقبول الدعاء ففي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإكثار من الدعاء في هذا الشهر العظيم فإنه شهر الإجابة وشهر قبول الدعاء لا سيما من الصائمين القائمين الصائمين في النهار القائمين في الليل والوقت الأسحار إن هذه الأوقات أوقات عظيمة هي مظنة قبول الدعاء فعلى الصائمين وعلى من أدرك هذا الشهر الإكثار من الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب ولذلك جعلت هذه الآية بين آيات الصيام للتنبيه على الإكثار من الدعاء للصائمين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه يقول السائل امرأة مسلمة من أسرة مسلمة ساكنة بفرنسا سافرت المرأة إلى بريطانيا لشغل وتزوجت هناك بمسلم بحضور لجنة المسجد بغير إذن وليها لأنه كان قد ترك العائلة وهم صغار وبعد زواجها بشهر أعلمت أخاها الأكبر فأقر زواجها ثم أعلمت أباها بعدما أنجبت ولدين فأقر هذا الزواج وقد قيل لها أن هذا الزواج غير صحيح والولدين ابني زنا السؤال ما حكم هذا الزواج وماذا عليها أن تعمل اشترط لصحة عقد الزواج الولي اشترط الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقال صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل أي ممرأة نكحت أو تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فهذا العقد غير صحيح وهي مخطئة في هذا والأمر سهل في هذا لأنها يجدد العقد إذا رضي وليها يجدد لها العقد وما مضى يكون نكاح شبهة ويلحق به الأولاد الأولاد أولاده لأنه نكاح شبهة ونكاح الشبهة يلحق الأولاد بأبيهم لكن عليهم المبادرة لتجديد العقد على يد الولي نعم يقول السائل وصلت إلى الميقات بعد صلاة العصر فاغتسلت وأحرمت ثم صليت ركعتين فهل هذا الفئة بعد العصر خطأ وأما الإحرام فهو صحيح الإحرام صحيح وأما صلاتك الركعتين هذا خطأ لأن بعد العصر وقت نهي نعم يقول السائل أديت فريضة الحج وكنا سبعة أفراد وذبحنا جمل قبل العيد بيومين فما رأي الشرع في ذلك نعم يقول السائل أدينا فريضة الحج وكنا سبعة أفراد وذبحنا جمل قبل العيد بيومين فما رأي الشرع في ذلك إن كنتم متمتعين بالعمر إلى الحج أو قارنين بين العمر والحج يجب عليكم الهدي والهدي إنما يذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده أيام التشريق أما الذبح قبل يوم العيد فلا يجزي فأنتم أخطأتم لبحتم قبل وقت الذبح والعبادات إذا كانت موقتة بوقت لا يجوز حعلها قبله مثل الصلاة لا يجوز أن تصلى قبل دخول وقتها كذلك ولا تصح لو صليت قبل دخول وقتها كذلك الذبح الهدي وقته محدد في يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده هذا وقت الذبح فمن ذبح قبله ذبحه غير صحيح لأنه ذبح قبل الوقت فعليكم الذي يقدر يذبح ثدية قضاء يذبح الذي يقدر على الذبح قضاء يذبح والذي لا يقدر يصوم عشرة أيام نعم يقول السائل ما صحة هذا القول إن الله مستوى على عرشه بدون بدون مماسة يا إخوان اتركوا عنا المسائل التي لا داعي إلى بحثها نحن نثبت الاستوى لله عز وجل على عرشه كما جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى وأما الممسة أو عدم الممسة هذه ما جاء بها دليل في القرآن ولا في السنة فنسكت عنها ما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نسكت عنه ولا نبحث فيه فما سبب تكرار هذا السؤال في كل جلسة اتركوا عنا هذه المسائل العقيدة تأخذ من الكتاب والسنة ولا يزاق على ذلك ما جاء في القرآن ولا في السنة لاستوى بممسة أو غير ممسة نترك هذا نعم يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في جميع سجدات القرآن وما حكم من ترك سجده سجدات القرآن سجود عندها سنة سجود عند عند تلاوة الآية التي فيها السجدات سنة ومن لم يسجد فلا شيء عليه ومن سجد فله الأجر نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية سجده كان يسجد عليه الصلاة والسلام نعم يقول السائل كلفني شخص بتقسيم الزكاة على من هو أهل لها فما حكم الوكيل إذا أخذ منها وكان ممن تشملهم الأصناف الثمانية الوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل فعليك أن توزع الزكاة على الفقراء ولا تأخذ منها شيئا إلا إذا كان الموكل أذن لك فقال خذ منها لنفسك نعم يقول السائل أدخل الحمام في بعض الأحيان وفي جيب المصحف فما حكم ذلك لا يجوز أن تدخل الحمام ومعك المصحف ضع المصحف في مكان في مكان لايق بالمصحف ثم ادخل الحمام فإذا خرجت فخذ المصحف ولا يجوز أن تدخل الحمام بالمصحف إلا في حالة إذا خفت عليه إذا خفت على المصحف أنه يسرأ أو أنه يقع في يد كافر إذا خفت عليه فلا بس أن تجعله في ثيابك تدخل به حفاظا عليه أما إذا كنت في مكان مأمون وآمن ضع المصحف في مكان لايق به ثم تقضي حاجتك فإذا فرغت تأخذ المصحف نعم يقول السائل بعض المناطق من بلادنا يتم الزواج على الصورة التالية يحدد الصداق بقطعة ذهبية وزنها ستة غرامات لا يزيد ولا ينقص ويتم الزواج على طقص خاصة منها أن أهلها لا يأكلون من عند أهل الزوج إلا بعد الدخلة مع العلم أن كل شروط الزواج متوفرة وهم في كل هذه الأعمال إنما يعملون بوصية شيخ طريقتهم ويعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك فنالهم مصائب السؤال ما حكم زواج زوجين تزوجا بهذه الطريقة وهما غير راضيين بها الزواج يصح إذا تم العقد إذا تم العقد مستوهي لشروطه خاليا من موانعه الإجاب والقبول الإجاب من الولي والقبول من الزوج أو وكيله ويتمت الشروط صحة العقد إذا توفرت فالعقد صحيح وأما مسألة عوائد الناس في الأكل قبل الدخول أو بعد الدخول هذه من الأمور المباحة ما تدخل في مسألة في الزواج هذه من العوايد عوايد الناس هذه من الأمور المباحة يجوز أنهم يأكلون الطعام قبل الدخول ويجوز أنهم يأكلون طعام بعد الدخول يعني يجعلون الوليمة قبل الدخول أو بعد الدخول لا مانع من ذلك هذه من العوايد وليست من العبادات ولا من العقود من عوايد الناس ولا أحد يلزم الناس بعادة العوايد حسب ما جرت به عادة الناس في الأمور المباحة أما الأمور المحرمة هذه لا تجوز لكن المباحات على عادة الناس فيها إن قدموها أو أخروها أو تركوها ولم يعملوا شيئا فلا حرج بذلك أما إن أحد يلزم الناس بطريقة خاصة فلا يلزمهم إلا ما جاء في الشرع ما جاء في الشرع هذا هو الذي يلزم أما عوايد الناس ولا أحد له أمر على الناس يلزمهم إلا الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل لزوجتي ذهب لم تخرج زكاته منذ سنتين قومناه هذه السنة فكان المقدار الواجب إخراجه خمسمائة ريال فهل نخرج نفس هذا المقدار عن السنتين الفائتتين أم ماذا نفعل؟ لا بس إذا أخرجتموه عن السنتين هذا أحوط وأبرى للذمة نعم يقول السائل إمرأة نوت العمرة من الرياض ولكن عند وصولها مكة جاءتها الدورة الشهرية قبل أن تطوف ما الذي تعمله في هذه العمرة؟ وهل عليها شيء؟ عليها أنها تبقى على إخرامها تتجنب محبورات الإحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض ثم تؤدي العمرة تقوف تسعى تقصر من رأسها وحصول الحيض عليها وهي محرمة لا يضر لا يضر ولا يوثر على إحرامها إحرامها صحيح لكن تبقى حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي العمرة نعم يقول السائل هل يجوز للمرأة لبس القفازين والشراب عند الإحرام؟ قفازان لا يجوز لبسهما وهم جوار باليدين الجوارب التي على اليدين لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما أما الجوارب على الرجلين فلا بأس بل هذا أحسن لأجل تستر رجليها بالجوارب نعم يقول السائل ما حكم شراء الكتب المصورة والتي تعرف عند الناس بالطبعات المسروقة وهل يوجد شرعا ما يعرف بحقوق الطبع للكتب الشرعية؟ نعم حقوق الطبع هذا ملك للمؤلف هذا ملك للمؤلف لأنه هو الذي ألف الكتاب وتعيب فيه فهو ملكه فلا يجوز لأحد يطبعه إلا بإذنه ولا يعتدى عليه خصوصا إذا كتب على الكتاب حقوق الطبع محفوظة لا يجوز لأحد أنه يعتدي عليه ويصوره أو يطبعه بدون إذنه كما لا يجوز الواحد أنه يأخذ ثوبك أو يأخذ لباسك أو شيء من مالك لا يجوز أنه يعتدي على مؤلفك أو يطبعه ويبيعه أو يوزعه بدون إذنه نعم يقول السائل جئت معتمرا عن والد المتوفى ولكني تطيبت بعد لبس الإحرام جهلا مني بالحكم فهل علي شيء؟ الجاهل والناس ليس عليه شيء لكن يغسل الطيب إلى علم إبادر بغسله وإزالته ولا عليه شيء نعم يقول السائل هل للعمرة طواف وداء واجب؟ لا العمرة ليس لها طواف وداء واجب لا يجب لها طواف الوداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بطواف الوداء وإنما أمر به الحجات خاصة نعم يقول السائل عملت عمرة ولبست الحذاء بعد الإحرام فهل علي شيء؟ لا حرج عليك تلبس غير الحذاء تلبس حذاء آخر لا بأس بذلك نعم يقول السائل بنيت مدرسة على مقبرة قديمة قديمة جدا فهل هذا جائز؟ لا لا يجوز لا يجوز امتهان القبور والبناء عليها والتطرق فوقها والجلوس عليها لأن لها حرمة لا يجوز أن تمتهن مقابر المسلمين ويجلس عليها ويداس عليها ويبنى عليها مساكن أو مدارس وأشد من ذلك يبنى عليها مساجد كل هذا حراب لأنه أذية للأموات نعم وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا نعم يقول السائل ببلد أناس يذهبون بالجنازة بالذكر نعم يقول السائل ببلد أناس يذهبون مع الجنازة بالذكر وآخرون يذهبون بها سكوتا فحصل عندنا خلاف في ذلك فما هو الصحيح؟ الصحيح أنه لا ترفع الأصوات مع الجنازة بالذكر ولا بتلاوة القرآن لأن هذا بدعة لا يجوز رفع الأصوات مع الجنازة بالذكر ولا بتلاوة القرآن ولا غير ذلك وإنما يكون على المشيعين السكينة والوقار وإذا أرادوا أن يدعوا للميت كل واحد يدعو للميت بدون رفع صوت نعم وبدون الدعاء الجماعي نعم يقول السائل توفي أخي وهو شريك معي في مشروع وترك ولداً رضيعاً ما حق هذا الولد قال تراجع فيه المحكمة الشرعية إذا كان ماله إلا إبن واحد ماله والدين ولا له زوجة وإنما له ابن واحد فقط المال للإبن المال للإبن تعصيب وإن كان له ورث آخرون فلابد من الرجوع إلى المحكمة لمعرفتهم نعم يقول السائل هل يجب علي وأنا أعمل وأتحصل على راتب من عملي أن أخرج زكاة الفطرة من مالي مع العلم بأن والدي يقوم بدفع الزكاة كاملة عن جميع أفراد الأسرة إذا كان والدك يدفع صدقة الفطر عنك مع الأسرة هذا يجزي هذا يجزي نعم يقول السائل هل تجوز رقية الأملاك كالمنزل والسيارة وغير ذلك يقول السائل هل تجوز رقية الأملاك كالمنزل والسيارة وغيرها وهل استعمال الماء الذي قرأ فيه القرآن ورشت به هذه المنتلكات يعتبر رقية الرقية على المريض الرقية على المريض يقرأ عليه شيء من القرآن ويدعى بالأدعية الشرعية أما السيارة ما هي مريضة والبيث ما هم مريض ألا يرقى عليه لكن الإنسان يورد يورد بالأوراد الشرعية على نفسه وعلى أمواله وعلى أولاده للورد للورد في أول النهار وأول الليل أما الرقية هذه خاصة على المريض المصاب نعم يقول السائل ما حكم بيع ألبسة لبنات أقل ست سنوات فيها سراويل نعم يقول السائل ما حكم بيع ألبسة لبنات أقل ست سنوات فيها سراويل لا بأس ببيع الملابس للكبار والصغار بيع الخياب والسراويل والخمر للنساء والعباءات كل هذا جائز كله لا بأس به نعم يقول السائل أنا أسكن مع أبي وهو متخاصم مع عمي وأمرني أن أقاطعه وأن لا يذهب أولادي إليه مع العلم أني متزوج بابنة عمي فماذا أفعل لا تطعه في المقاطعة سل رحمك سل أقاربك ولا تطع أخاك ولا غيره في المعصية لأن قطيعة الرحم معصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم يقول السائل أنا مقيم بالمدينة النبوية حضرت إلى جدة ونويت عمرة منها فهل علي شيء؟ إذا كنت لم تنوي العمرة إلا من جدة ليس عليك شيء تحرم من جدة من المكان الذي نويت منه أما إن كنت نويت العمرة من المدينة ولم تحرم إلا من جدة هيكون عليك في دين لأن من نوى العمرة في المدينة يجب عليها أن يحرم من ميقاة المدينة من ذو الحليبة فإذا أحرم من دونه يكون عليه في دين نعم يقول السائل هل ورد حديث صحيح في صلاة التسابيح؟ ورد حديث غير صحيح ضعيف جدا ولا يجوز العمل به لضعفه صلاة التسابيح مخالفة للصلوات المشروعة مخالفة في صورتها للصلوات المشروعة المعروفة الثابتة في الكتاب والسنة فلا يجوز العمل بها يقتصر على الصلوات المشروعة الواضحة في الكتاب والسنة لا يقول السائل بعد أن أذيت العمرة كلها وبينما كنت أغسل ملابس الإحرام وجدت بها آثار نجاسة فما حكم عمرتي عمرتك صحيحة تغسل النجاسة تغسل النجاسة عمرتك صحيحة ما دام أنك لم تعلم بها فاغسلها النجاسة ما تؤثر على الإحرام إنما تؤثر على الصلاة وأما الإحرام فيصح ولو كان عليك نجاسة ما يشترط للإحرام الطهارة إنما الصلاة إذا كنت لم تعلم بالنجاسة في ثيابك وصليت فصلاتك صحيحة لأنك معذور بالنسيان والجهل لكن تغسل النجاسة متى علمت بها تغسلها للمستقبل يقول السائل هل يصح القول بأن تارك الصوم كافر في بعض البلاد دون بعض لكونه معلوما من الدين بالضرورة عند أهل هذا البلد إذا ترك الصوم مستبيحا لتركه وقال الصوم له بواجب وله بلازم فهذا كافر لإجماع المسلمين لأنه مكذب لله ولرسوله ولما علم من الدين بالضرورة أما إذا كان يعترف بوجوب الصوم ولكنه تركه كسلا وتعاجزا فهذا فاعل لكبيرة من كبائل الذنوب عليه التوبة وعليه قضاء اليوم أو الأيام التي أفطرها نعم يقول السائل رجل كبير السن جاء من بلاده يريد العمرة فمر بميقات المدينة فأدركه المرض فلم يغتسل ولم يلبس ثياب الإحرام وهو الآن بمكة فماذا عليه أن يفعل إذا كان عدل عن نية العمرة لما مرض عدل عن النية ولم يريد عمرة وجاء فهو لا يريد العمرة ولكنه لما وصل هنا شهي وأراد العمرة يخرج للتنعيم ويحرم بعمرة ويؤديها نعم يقول السائل هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر ببلدي وأنا هنا بمكة لأداء العمرة أم لابد من إخراجها هنا بمكة ما يلزم إخراجها هنا المهم أنك تخرجها المهم أنك تخرج صدقة الفطر سواء هنا أو في بلدك نعم يقول السائل إذا دخل رجل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فهل يصلي ركعتين أم ينتظر نعم يقول السائل إذا دخل رجل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فهل يصلي ركعتين أم ينتظر إن كان الأذان للجمعة أذان الجمعة بين يدي الخطيب إذا دخل الخطيب وقام المؤذن يؤذن ودخل أحد المسجد فإنه يصلي يبادر بالصلاة ركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة أما إذا كان الأذان لغير الجمعة فالأحسن أنه ينتظر ويتابع المؤذن ويأتي بالدعى بعد الأذان ثم بعد ذلك يصلي الركعتين تحية المسجد نعم يقول السائل هل الرد على المخالف وبيانه خطأ المخطئين من أصول السنة نعم الرد على المخالف هذا من طريقة أهل السنة والجماعة لكن هذا لا يتولاه إلا أهل العلم اللي يعرفون الخطأ والصواف ويعرفون كيف يردون أما المبتدي في طلب العلم والجاهل هذا ما يصبح أنه يرد لأنه قد يعتقد أن هذا الشيء خطأ وهمه خطأ وقد يرد ردا غير مناسب فهذا إنما يتولاه العلماء نعم يقول السائل لدي مبلغ من المال زائدا حاجتي ولم أجد أي مكان آخر لحفظه غير البنك فأوداته في البنك وديع يعطيني عنها عائد بنسبة عشر في المئة ثم يعطيني في بعض الأحيان تسع في المئة فهل هذه الطريقة صحيحة وهل هذه العوائد حلال هذه طريقة باطلة وهذا ربأ أخذ الفوائد على الوديعة في البنك هذه ربأ ربا صريح فعليك التوبة إلى الله ترك هذا أما الإيداع في البنك للحفظ فقط بدون أخذ فوائد ربوية فهذا يجوز للضرورة إذا لم تجد مكانا تأمن على مالك في حفظه إلا في البنك تودعه في البنك للحفظ فقط أما إنك تاخذ عليه فوائد ربوية فهذا حرام هذا أكل للرباء نعم يقول السائل قصيب شاب في العشرين من عمره بسحر فقالوا لأهله اذهبوا به عند فلان فقالوا لأهله اذهبوا به عند فلان من الناس فلديه دواء أي سحر فهل هذا العمل جائز لا يجوز التداوي عند السحرة ولا يجوز العلاج عند السحرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يخل السحر إلا ساحر فلا يجوز أنك ترضى بالسحر وعمل السحر ولا يقال هذا من باب العلاج لأن الدواء في غير الحرام قال صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تداوى بحرام قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم السحر حرام كفر السحر حرام وكفر لا يجوز العلاج به وإنما العلاج بالرقية الشرعية والأدوية المباحة نعم يقول السائل ما حكم من يبيع كتب المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لا يجوز بيع الكتب التي فيها ضلال وفيها انحراف بل يجب إتلافها الكتب التي فيها ضلال وانحراف وزندقة يجب إتلافها لأنها من وسائل الفساد للعقيدة والدين أما إذا كانت كتب لأهل العلم وفيها بعض الأخطاء فيها بعض الأخطاء اليسيرة فلا مانع من بيعه أما كتب أهل الزندقة وكتب أهل الإلحاد فلا يجوز بيعها بل يجب إتلافها فالأخطاء تختلف الأخطاء التي في الكتب تختلف نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين شكرا